أهلا بحضراتكم من جديد يمكن احنا من البداية في برنامج الأبطال كان لنا رؤية لنا يعني زي ما بيقولوا حسة ستة كده للاتحادات اللي عايزة تشتغل واللي عايزة تحط يعني اسم مصر في المقدمة يمكن الاتحادات دي يعني نقولها مع بعض يعني ريشة طايرة عندك الجودو عندك السلاح جنباز عندك الكراتيه في بعض الاتحادات كده من طبعا من يمكن تسعة عشرين أو تلاتين اتحاد تحس انهم بيشتغلوا يعني على قضى من وصاق عايزين يصروا للمدالية طبعا رفع الأسقال بعد ما رجعنا كمان من الإقاف بدأنا هنعمل نتاياك كويسة يمكن أخيرها كان في البحر الأب المتوسط من ضمن الاتحادات دي زي ما أولتو حضراتكم الريشة الطائرة الريشة الطائرة رايحين النهاردة الفجر للطولة والدية في تركيا أو بطولة هيلعبوها في تركيا استعدادا للألعاب الأفريقية وبطولة العالم الريشة كانت بعيد جدا يمكن الريشة لما كانت في مصر أو بدأت أساسها في مصر ما عملتش النتاج اللي حصلت في آخر سنتين ثلاثة منتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة سافر فجر النهاردة علشان يشارك فيه بطولة تركيا الدولية للشباب هتتلاقي في الفترة من 20 لحد 25 يوليو اللي احنا فيه طبعا صورة الفرقة وهي في مطار القاهرة المنتخب يشارك في البطولة دي ببعثة مكونة من تمن لعيبة وهم عمر زكريا سيف عمر معاذ هشام محمد عجازي جانا هشام ريم حسين علي عمر جانا هشام ومعه علاء يوسف كمدير فني وبيعونها هشام سليمان كمدرب عام ومعهم للإشراف على النواحي الإدارية كابتل محمد كمال القائم بعمال رئيس الاتحاد للعبة البطولة دي هتكون إعداد قوي جدا للعبتنا سعدادنا بطولة زي ما قلت لحضراتكم بطولة الألعاب الأفريقية للشباب الرابعة والي هتتلاقي في نهاية الشهر الجاري وبطولة العالم للشباب اللي هتتلاقي في أسبانيا شهر عشر بإذن الله شباب الريشة يعني هما دول المستقبل دول طبعا أكيد يعني محتاجين إعداد جيد محتاجين خبرات عشان في وقت هيكون هما نجوم منتخب مصر الكبير منتخبنا الوطني كان استعد خلال الفترة اللي فاتت في معسكر مغلق بنادي الظهور بعد موفقة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي على فتح الملاعب وتوفير كل الخدمات كانوا لدعم للمنتخبات القومية ملاسبة نادي الظهور من الأندية الكبيرة اللي بتحتضن ريشة الطائرة وعندها الإمكانيات والأكويبمنت والأجهزة وغيره وخلافه فوضع طبيعي جدا في أي نادي طبعا المستشار محمد دمرداش رئيس نادي الظهور فتح كل الإمكانيات للمنتخبات قبل ما تسافر إن شاء الله يحققون نتيجة كويسة وإن شاء الله نجيب لحضراتكم نتيجهم في الحلقات القادمة